بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم صلوا معي على النبي الكريم وخلونا نبدأ مع بعض درسنا اليوم درس تقدير النهايات بيانيا طبعا بدأنا هذا الدرس في يوم الأمس وتكلمنا عن مفهوم النهاية وتعرفنا على طريقة تقدير النهاية اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن النهاية من جهة واحدة ومن جهتين بإذنه تعالى كذلك سنأخذ في هذا الدرس الذي هو السلوك الغير محدود والسلوك التذبذبي ثم نختم بالنهاية عند المال النهاية وأمثلة من واقع الحياة نتمنى لكم دائما متابعة طيبة طبعا تكلمنا عن مفهوم النهاية وقلنا أن مفهوم النهاية هي أني أبحث عن قيمة الدال أو أبحث عن نهاية الدالة حول هذه النقطة فأنا لا يهمني عند هذه النقطة تماما لأن الدالة غالبا تكون غير معرفة عند هذه النقطة إذا كانت بهذه الطريقة وإنما أبحث عن القيم التي تكون بجوار هذا العدد فبالتالي سأبحث في القيم التي تكون في الجوار أما من خلال التقدير البياني أو من خلال التعزيز العددي وسنأخذ بإذن الله تعالى في الدرس الثاني من دروس هذه الوحدة سنأخذ بإذن الله تعالى وهو الحساب الجبري كطريقة لحل النهايات ذكرنا لكم أن رمز النهايات دائما يكتب بهذه الطريقة نقول Limit لما X تذهب إلى C للدالة F of X ويكون ناتج النهاية L دائما L هذه أو الناتج يكون على محور Y دائما تكون على محور Y أما X تكون لسيفة C هي التي تكون على محور X وهي التي أبحث عن النهاية حولها فبالتالي أنا رأي أخذ القيم التي تقترب من الس من جهة اليمين ومن جهة اليسار طبعا نحن ذكرنا لكم أن عملية الاقتراب والابتعاد هي مفهوم نسبي وبالتالي ما أقدر أقول أنه والله شيء قريب وشيء بعيد إلا أقترب إلى حد كافي يعني أقترب إلى حد كافي من العدد C كما ذكرنا لكم في دروس السابقة ذكرنا كذلك أنه عندي نوعين من نهايات في عندي نهاية عند نقطة لما يجي يقولك Limit لما X تذهب مثلا إلى ثلاثة للدالة F of X مثلا وتحسبها كم يعني يعطيك رقم هنا X تذهب إلى عدد تذهب إلى الصفر تذهب إلى ثلاثة تذهب إلى سالب اثنين والنوع الثاني الذي يقولك Limit تذهب إلى X تذهب إلى موجب ما لا نهاية أو Limit لما X تذهب إلى سالب ما لا نهاية إلى سالب ما لا نهاية لـ F of X فهذه نسميها سلوك طرفي التمثيل البيان الذي هو أبحث عن نهاية الدالة من جهة اليمين ومن جهة اليسار وبذل الله بنتطرق لحلول كل النوعين في هذا الدرس تكلمنا أيضا أن النهاية لا تعتمد على قيمة الدالة فربما تكون الدالة غير معرفة عند العدد C ولكن النهاية تكون موجودة وقيمتها لأنني أنا أبحث في القيم التي تكون مجاورة للعدد C كذلك ربما تكون الدالة معرفة ولكن في مكان خاطئ ولكن النهاية ما تختلف لأنني أنا زي ما قلتك ما يهمني C بحد ذاته وإنما يتهمني القيم التي تكون مجاورة للـ C كذلك لو كانت الدالة معرفة في مكانها الصحيح نلاحظ أن قيمة النهاية لم تختلفها في أي من الحالات الثلاث كلها ساوة L وبالتالي أصبح الجواب يعني يكون بهذه الطريقة بشكل صحيح يعني بهذا الشكل طبعا اليوم إن شاء الله سنتكلم عن النهاية من جهة واحدة طبعا ممكن أن أحسب النهاية من جهة واحدة ممكن أن أحسب أن النهاية من اليمين ونرمز لجهة اليمين بالرمز C بلس كذا نحط موجة بصغيرة كذا فوق ونسميها هذه نهاية من اليمين فأنا أوجد النهاية من اليمين وأوجد النهاية من اليسار وأرمز للجهة اليسار بـ C ماينس فهذه الموجب والسالب هذه ليست أسس وإنما تدلني على اتجاه أني أتيت للعدد C من جهة اليمين أو من جهة اليسار فلو كان عندك هذا محور X مثلا وهذا محور Y وهذا هو العدد C فمن جهة اليمين أي الأعداد أكبر من C هذه نسميها جهة اليمين أو جهة اللي نسميها مثلا اللي هي جهة C بلس بهذه الصورة والأعداد اللي تكون أقل من C هذه نسميها جهة الماينس أو الجهة اللي تكون أقل من C بهذا الشكل طبعا متى تكون النهاية موجودة؟ تكون نهاية موجودة إذا كانت النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار لاحظ النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار وكلهم ساوي L إذن رح نقول أن النهاية تساوي L إذن إذا أردت أنا مثل ما شفنا في الأمثلة في الدرس السابق إذا أردت أني أقول النهاية موجودة لازم تصير النهاية من اليمين تتوافق مع النهاية من اليسار فبالتالي تكون هنا النهاية موجودة دعونا نشوف هذا المثال اللي معنا اللي هو المثال رقم ثلاثة قال لك الآن أريد أن يقدر النهاية من جهة واحدة ومن جهتين لاحظ قال لك أبغى النهاية عند الصفر من جهة اليسار وأبغى النهاية عند الصفر من جهة اليمين وأبغى بشكل عام النهاية عند الصفر طبعا ما تقدر تجيب النهاية عند الصفر اللي لازم تجيب أول اللي هو النهاية من اليمين والنهاية من اليسار طيب خلونا أول شيء لاحظ هنا الدالة هذه فيها قيمة مطلقة خلونا نتذكر مع بعض اللي هو تعريف القيمة المطلقة ما هو تعريف القيمة المطلقة أيها الأخوة الكرام والأخوات تعريف القيمة المطلقة أخذناه في مقرر رياضيات ثلاثة هي أنك لما تضع عدد داخل القيمة المطلقة يكون موجب لازم يطلع موجب فبالتالي سنقول أن تعريف القيمة المطلقة هي إذا كان العدد موجب أكبر من أو يساوي الصفر فإنه يخرج كما هو فإنه يخرج كما هو إذا كان العدد موجب فإنه يخرج كما هو أما إذا كان العدد سالب إذا كانت X أقل من الصفر فإنني يجب علي أن أخرجه بطريقة موجبة كيف أخرجه بشكل موجب إذا كان عدد سالب؟ أضربه في سالب فيتحول إلى موجب فيخرج العدد كسالب X لاحظنا أن X هنا هو عدد سالب وضربته في سالب فيتحول إلى عدد موجب وهذا هو تعريف القيمة المطلقة خلوني أكتبه هنا أحتاج المساحة صراحة فبالتالي سنقول أنها X لما X تكون أكبر من أو تساوي صفر وسالب X لما تكون X أقل من الصفر الآن دعونا نجي مع بعض ونحاول أن نحل هذا التمرين فبالتالي أجي أقول لك الآن قالك أبغى النهاية من جهة اليسار للعدد صفر من جهة اليسار للدالة القيم المطلقة إلى 2X على X لاحظ معي هنا القيم التي تكون على يسار الصفر هذا هو الصفر الآن هنا القيم الذي على يسار الصفر هذه القيم الذي على يسار الصفر هل هي قيم موجبة أو قيم سالبة؟ لا شك إنها قيم سالبة إذا صارت قيم سالبة كيف أخرجها من القيمة المطلقة أيها الأخوة الكرام والأخوات؟ لا بد أني أضربها في سالب فبتخرج معي سالب 2X على X ثم أقوم بالاختصار فأختصر X مع X ويصبح الناتج لديه يساوي كم؟ يساوي سالب 2 لذلك لاحظ الدالة هذه من جهة اليسار رايحة عنده سالب 2 بهذا الشكل وإذا حبيت أني أجيب النهاية من جهة اليمين فأقول limit لما X تذهب إلى صفر من جهة اليمين لاحظ معي القيمة التي تكون على يمين الصفر هي قيم موجبة فبالتالي النهاية ستخرج كما هي فبالتالي أقول القيمة المطلقة 2X على X تساوي فبالتالي طالما أن القيم موجبة فبالتالي أخرجها كما هي أقول 2X على X ثم أختصر X مع X حيث أن X طبعا لا تساوي الصفر لأنها قيم تقترب من الصفر فما عندي مشكلة في القسمة أو أني أقسم X على X فبالتالي أخرج للناتج الذي هو موجب أثنين لذلك لاحظ النهاية من جهة اليمين صارت تساوي كم تساوي موجب أثنين وبالتالي طالما أن النهاية من اليسار لم تتفق مع النهاية من اليمين فنقول هنا النهاية لصفر من جهة اليمين للدالة F of X لا تساوي النهاية من جهة اليسار للصفر للدالة F of X وبالتالي سنقول هنا أن النهاية X تذهب إلى صفر بشكل عام اللي هي هذه بشكل عام للدالة F of X سنقول عنها أنها غير موجودة غير موجودة لماذا؟ لأن هنا دائما إذا حسبنا النهاية من اليمين وحسبنا النهاية من اليسار لازم يتفقون على رأي واحد لازم النهاية من اليمين تتفق مع النهاية من اليسار حتى تصير النهاية موجودة كما ذكرنا في المفهوم الذي قبله شوي فبالتالي إذا ما تفقت النهاية من اليمين مع النهاية من اليسار النهاية اليمين قالت والله أنا موجب 2 والنهاية من اليسار قالت أنا سالب 2 طيب يا جماعة الخير تفقوا؟ قالوا والله ما احنا من تفقين خلاص إذا النهاية غير موجودة ولكن إذا تفقوا على رقم واحد فبالتالي نقول هنا أن النهاية موجودة وهذا الرقم الذي تفقوا عليه يكون هو إيش؟ يكون هو النهاية شرايكم نشوف مثال ثاني نشوف الفقرة بي الآن لاحظ معي هذه الدالة قالت جي أوف اكس تساوي أربعة لكل القيم ما عدا سالب ثلاثة وهي تساوي سالب ثلاثة وتساوي سالب ثلاثة وتساوي سالب ثلاثة عندما اكس تساوي سالب ثلاثة لاحظ معي أنا زي ما قلنا أنا ما يهمني أنا القيمة عند السالب ثلاثة تمام وأنا يهمني قيم التي تكون على يمين الصفر واللي على يمين السالب ثلاثة واللي على يسار السالب ثلاثة فبالتالي لما نحصل بلحين أنا نهاية الدالة هذه نهاية لما x تذهب إلى سالب ثلاثة من جهة اليمين للدالة g of x فبالتالي القيم اللي على يمين السالب ثلاثة هذه تساوي كم؟ هذه تساوي أربعة والنهاية من جهة اليسار لسالب ثلاثة لg of x كذلك تساوي أربعة لأننا لاحظ من هنا أربعة فبالتالي الجهة اليمنى اتفقت مع الجهة اليسرى الجهة اليمنى اتفقت مع الجهة اليسرى فاتفقوا على رأي واحد وطالما أنهم اتفقوا على رأي واحد خلاص الله أطيهم العافة إذا النهاية سنقول عنها إيش أنها موجودة فبالتالي سنقول هنا إيش سنقول أن النهاية لإكس تذهب إلى سالب ثلاثة للدالة جي أوف إكس حتساوي كم حتساوي أربعة بغض النظر عن تعريف الدالة الموجود في الأسفل لأن النهاية من اليمين اتفقت مع النهاية من اليسار خلونا نشوف تحقق من فهمك لاحظ معي هذه الدالة قالك كذلك أبغى النهاية عند الواحد من جهة اليسار وانواحد من جهة اليمين لاحظ معي الفترات هذه وين اللي من جهة اليسار وين اللي من جهة اليمين اللي من جهة اليسار هي القيم اللي أقل من الواحد القيم اللي أقل من الواحد فبالتالي حتكون هذه جهة الواحد من جهة اليسار وهذه بتكون هي اللي من جهة اليمين هل يتفقون ولا ما يتفقون لاحظ معي من خلال الرسم طبعا الرسمات احنا سوناها في برامج الرسم المعروفة مثل جيوجيبرا أو ديسموس أو بالآلات الحاسب البيانية تقدر تتمثل هذا الرسم لاحظنا هنا النهاية من اليسار والنهاية من اليمين التفقوا على رأي واحد أن كلهم يساوون الثلاثة وبالتالي أنا ممكن لما نجي أحسب هنا النهاية عند الواحد من جهة اليسار أعوض في هذه القيمة أو في هذه القيمة في أي دالة أعوض باللي فوق أو باللي تحت اللي من جهة اليسارة عوض في اللي فوق فأنا بعوض في X تكعيب زائداً 2 فأنت لو أخذت عدد قريب جداً من الواحد مثل 0.96666 يعني بهذا الشكل فبالتالي هذا بيعطيك 1 تقريباً زائداً 2 فهو بيعطيك 3 ولو جيت أيضاً من جهة اليمين كذلك 1 من جهة اليمين وأخذت برقم صغير أو قريب من الواحد أو حتى لو عوضت في الواحد فبالتالي سيعطيك 2X زائداً 1 اللي هي بتعطيك 2 في 1 اللي هي 2 زائداً 1 أيضاً بيعطيك 3 فتلاحظ هنا أن الطرفان سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار اتفق على رأي واحد وبالتالي نقول هنا أن النهاية لما تذهب إلى 1 للدالة اللي هي F of X عفواً تساوي 3 النهاية تساوي 3 اللي هي القيمة اللي اتفقوا عليها خلونا نشوف الفقرة الثانية لاحظ هنا عندك أيضاً قال لك أبغى النهاية من جهة اليسار لما X تذهب إلى سالب 2 للدالة G of X فلاحظ أنك لما تعوض نحن وين جهة اليسار وين جهة اليمين جهة اليسار اللي أقل من السالب 2 اللي هي هذه وجهة اليمين اللي أكبر من السالب 2 اللي هي هذه فبالتالي بعوض الآن في هذه فأقول سالب نصف في X زائداً 2 عوض في سالب 2 سالب نصف في سالب 2 ستعطيك موجب 1 موجب 1 زائد 2 يعطيك 3 وفعلاً لاحظ أنك من جهة اليسار هذه السالب 2 شفتوها؟ شوفوا لو حطينا خط كذا من جهة اليسار رايحة عند الموجب 3 هذه رايحة عند الموجب 3 ولكن لما نجيها من جهة اليمين للسالب 2 من جهة اليمين للدالة G of X فبالتالي بعوضنا في سالب X تربيع معناها سالب السالب 2 تربيع سالب 2 تربيع يطيك موجب 4 مع السالب يعطيك سالب 4 وبالتالي تلاحظ هنا أن الدالة رايحة عند السالب 4 رايحة عند السالب 4 فبالتالي لما تجي أنت للنهاية من جهة اليسار بتقولك والله أنا موجب 3 ومن جهة اليمين سالب 4 طيب يا جماعة الخير اتفقوا؟ قالوا والله ما احنا متفقين إذا نقول هنا أن النهاية إيش؟ النهاية غير موجودة إذا ما اتفقوا نقول أن النهاية غير موجودة فبالتالي نقول الآن أن limit لما الـ X تذهب إلى سالب 2 للدالة G of X هذه وش فيها؟ هذه غير موجودة إذن عندنا الحين أو تعرفنا على السبب الأول من أسباب أن النهاية تكون غير موجودة أن النهاية من اليمين تختلف عن النهاية من اليسار أو نقول النهاية من اليمين رايحة الرقم والنهاية من اليسار رايحة الرقم فبالتالي هنا هيصير في النهاية غير موجودة ويكون نوع عدم الاتصال عدم اتصال إيش؟ عدم اتصال قفزي طبعا هنا لأننا اخذنا ثلاثة نواع من عدم الاتصال أخذنا عدم اتصال لا نهائي وعدم الاتصال القفزي وعدم اتصال القابل للإزالة طبعا هنا عدم الاتصال يعتبر عدم اتصال قفزي دعونا ننتقل مع بعض الآن يا أخو الكرام إلى النهايات والسلوك الغير محدود أحيانا لما نقترب من نقطة ثابتة نجد أن النهاية تذهب إلى موجب مالها أو تتزايد بشكل محدود أو أحيانا تتناقص بشكل غير محدود طبعا يتزايد بشكل غير محدود سنرمز لذلك بالرمز ما لا نهاية وإذا تناقصت بشكل غير محدود فبالتالي سنرمز لذلك أيضا بالرمز سالب ما لا نهاية حيث أن موجب ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية زي ما ذكرنا لكم في درس التهيئة لهذا الفصل أنها تعتبر جوار موجود في الأعداد الحقيقية هو عدد غير ثابت ولكنها ممكن نتعبر عنها كمنطقة منطقة نائية زي ما تقول أما بالجهة الموجب وأما بالجهة السالبة شوفوا معي المثال الرقم 4 الآن قالك قدري أنه ممكن كل نهاية ما يأتي إذا كانت موجودة فهو يبغى هنا النهاية عند كم؟ يبغى النهاية عند أربعة فأنا بروح عند الأربعة لاحظ من جهة اليمين الدالة صاعدة إلى الأعلى فهي رايحة إلى موجب ما لا نهاية ومن جهة اليسار كذلك الدالة رايحة وبالتالي رايحة إلى موجب ما لا نهاية وبالتالي نقول هنا أن اتفق الجهة اليمنى مع الجهة اليسرى على نهاية واحدة التي هي الموجب ما لا نهاية وإن كانت الدالة ستكون غير متصلة هنا الدالة لن تكون متصلة لن تكون متصلة والدالة عند الأربعة غير معرفة طبعا بطبيعة الحال ولكن أنا ما يهمني زي ما قلنا عند الأربعة وأنه ما يهمني عند القيم التي تقترب من أربعة لاحظ أنه كلما اقتربت أربعة من أكثر فكلما صعدت الدالة إلى الأعلى بشكل أكبر ولكن طالما أنهم تفقوا على جهة واحدة فبالتالي سأقول أن النهاية هنا تساوي ما لا نهاية شوفوا معي الآن الفقرة بي لاحظ قالك أبغى النهاية عند الصفر أجل أشوف الصفر الآن فهذا الصفر فألاحظ من جهة اليمين الدالة صعدة فوق إذا رايح الموجة ما لا نهاية ومن تحت رايحة إلى سالب ما لا نهاية إذن تفقوا ولا ما تفقوا لاحظ أنهم ما تفقوا واحدة رايحة الموجة ما لا نهاية وواحدة رايحة السالب ما لا نهاية فبالتالي نقول هنا أنها غير موجودة وفعلا لو جيتها تتسوي التعزيز العددي لو قربت من الصفر لاحظ هذه رايحة السالب ألف ولو حطيت رقب قريب من الصفر هذه رايحة الموجة بالألف فبالتالي شهدت ما بين الموجب ألف و السلف ألف سيكون مسافة كبيرة جداً ما بين هاتين النقطتين وبالتالي سنقول هنا أن هذا هنا غير موجودة ونسمي عدم الاتصال هنا عدم اتصال لا نهائي حيكون عدم اتصال لا نهائي طبعاً بطبيعة الحال كونه أنه رايح لا نهاية وسالب ما لا نهاية ويفرق طبعا عن عدم اتصال قفزي القفزي دائماً يكون من رقم إلى رقم يعني من ثلاثة إلى سالب أربعة مثلاً يكون في قفزة لكن ما لا نهاية يكون ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية فهذا نسميه عدم اتصال لا نهائي وهنا نقول أن تعرفنا على النوع الثاني من أنواع التي تكون فيه النهايات غير موجودة قلنا النوع الأول لما يصير النهاية من اليمين رايح الرقم والنهاية ليسار رايح الرقم النوع الثاني لما النهاية الأولى رايح الموجب ما لا نهاية والثاني رايح السالب ما لا نهاية كذلك سنقول أن النهاية هنا غير موجودة إذن هذا هو النوع الثاني نأتي الآن أيها الأخوة الكرام اللي تحقق من فهمك قال لك هنا أبغى الإكس لما تذهب إلى ثلاثة لاحظ هنا طبعا هذا هو خط التقارب الرأسي يعني ذكروا معي فكرة خط التقارب الرأسي لاحظ على يمين الثلاثة الدالة رايحة الموجب ما لا نهاية وعليه صار الثلاثة الدالة رايحة إلى سالب ما لا نهاية فبالتالي لو عوضت أنت هنا في القيم لاحظ هنا قيم سالب خمسة ألاف وهنا موجب خمسة ألاف فبالتالي ما قلنا شتان ما بين الموجب والسالب وبالتالي سيكون هنا النهاية أيضا ستكون غير موجودة النهاية غير موجودة خلونا نشوف أيضا الفقرة بي لاحظ هنا في هذه الدالة قال لك أبغى النهاية عند الصفر لو جيت من جهة اليمين بتروح للسالب ما لا نهاية ومن جهة اليسار كذلك رايحة للسالب ما لا نهاية لاحظ كلهم رايحين إلى نفس المقدر وبالتالي سنقول هنا أن النهاية ستساوي إيش؟ ستساوي سالب ما لا نهاية لأنهم اتفقوا على رأي واحد وبالتالي سنقول أن الناتج هنا تساوي سالب ما لا نهاية طبعا عندي أيضا ممكن نحن نتعرف على النهايات والسلوك التذبذبي أحيانا تكون عندك تذبذة بالقيم Fx بين قيمتين مختلفتين باقتراب X من قيم C فالذبذة بتكون عالية جدا فبالتالي نحن ما نقدر نحصر والله كم قيمة النهاية عند هذه النقطة وشوفوا معي المثال رقم 5 قال لك قدر اللي هو المتل من الـ X تذهب لصفر لكوساين الواحد على X إذا كاتب وجوده فأنا الحين أدور الصفر وين الصفر؟ فبالتالي لو تدور الصفر في هذه المنطقة هذه لا تحصل شيء أنا أبحث عن الصفر لا تحصل شيء لأن الدالة هنا تتذبذب بشكل عنيف جدا حول منطقة الصفر فبالتالي هنا مباشرة سنقول أن النهاية غير موجودة وهذا يعتبر السبب الثالث من أسباب عدم وجود النهاية أن الدالة تكون تتذبذب بشكل كبير جدا بحيث أني لا أستطيع أن أسيطر على هذه الذبذبة أعرف أين تتوقف الدالة عند الصفر شوفوا معي أيضاً تحقق من فهمك الفقرة 5A لو لاحظنا في الفقرة A لاحظ أيضاً هنا الدالة تتذبذب بشكل كبير جداً بحيث أني لا أقدر أحدد والله النهاية عند الصفر فبالتالي هنا رح نقول هنا النهاية غير موجودة أيضاً لذات السبب أن الدالة متذبذبة بشكل كبير ولكن لو جئت في هذه الفقرة ولاحظت أني لو اقتربت الحين أو لو قربت قيم اللي هو اقتربت من الصفر من جهة اليمين ومن جهة اليسار سأجد أن النهاية هنا معلومة والنهاية هنا تساوي كم؟ ستساوي صفر طبعاً من خلال الرسم البياني لأنه لو اقتربت من جهة اليمين ومن جهة اليسار الناتج سيساوي الصفر صحيح أن على الأطراف في ذبذبة والذبذبة هذه تتزايد بالابتعات ولكن أنا ما يهمني في هذه المنطقة أنا أبغى النهاية عند من؟ أبغى النهاية عند صفر فأنا أبحث في القيم التي تكون قريبة من العدد صفر يعني أبحث في هذه المنطقة ولا يهمني الأطراف هنا ما يهمني الأطراف ولكن سنتكلم عن الأطراف لما نتكلم عن سلوك طرفي التمثيل البياني لما نتكلم عند النهاية عند المالة نهاية ولكن في نطاق البحث عند الصفر فبالتالي نقول هنا أن النهاية موجودة وقيمتها تساوي صفر وبذلك نختم أيها الأخوة الكرام بأسباب عدم وجود النهاية قلنا أننا عندنا ثلاثة أسباب السبب الأول قلنا أن النهاية الأولى تروح للرقم والنهاية الثانية تروح إلى رقم ثاني فبالتالي ما اتفقوا على راي واحد هذه قالت أنا موجب أربعة وهذه قالت أنا سالب ثلاثة طيب اتفقوا؟ لا طيب هذه راحة الاثنين وهذه راحة الاثنين ونص حتى النص هذا يعتبر ما اتفقوا لازم يتفقون على راي واحد لازم يتفقون على راي واحد فبالتالي نقول هنا النهاية غير موجودة السبب الثاني قلنا أن واحدة من نهاية ترايح الموجب ما لا نهاية واحدة من نهاية ترايح السالب ما لا نهاية فبالتالي هنا هذه يعني واحدة فوق واحدة تحت قفزي حتى لو كان من ألف إلى ألفين ما في مشكلة واحد يقول ألف يعني هل هذا قفزي نعم قفزي لأن طالما عدد محدود إلى عدد محدود فبالتالي يعتبر قفزي يعتبر قفزي ولكن إذا صار فيها مالة نهاية مالة نهاية هذه اللي محد يقفز لها يعني مهما حاولت لن تستطيع أن تقفز وبالتالي يكون عدم اتصال لا نهائي عدم اتصال لا نهائي خلونا ذلك يعني نكون بحمد الله تعالى أنهينا اليوم اللي هو الفقرات الأربعة الأولى من هذا الدرس نترك للدرس القادم إن شاء الله الفقرتين الأخيرتين خلونا نختم ببعض الأسئلة للتقويم قالك أبغى النهاية لما لمد تأول إلى الصفر من جهة اليمين من جهة اليمين فقط فبالتالي أنا أبحث عن جهة اليمين الصفر فبالتالي ألاحظ أن القيم هناك ما له تقترب من إيش تقترب من الصفر طبعا أنا أبحث عن محور واي فقيمة النهاية دائما أجيبها من محور واي وبالتالي هنا الناتج سيكون يساوي صفر وسواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار يعني واحد يقول طيب من جهة اليسار نفس الشيء من جهة اليسار أيضا ستذهب إلى الصفر والنهاية بشكل عام هنا كلها تساوي الصفر سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار أو النهاية بشكل عام دعونا نرى الفقرة هذه قالك عنده السالب 2 هذا خطة اللي هو التقارب إلى السالب 2 لاحظنا النهاية من جهة اليمين رايحة الوين رايحة للموجب 1 ومن جهة اليسار رايحة لأين؟ رايحة للسالب واحد فبالتالي هناك قفزة هناك قفزة ما بين السالب واحد والموجب واحد وبالتالي سنقول هنا أن النهاية غير موجودة النهاية غير موجودة لماذا؟ لأن النهاية من جهة اليمين اكتبها أنت limit لما الـ x تذهب إلى سالب 2 من جهة اليمين لـ f of x تساوي 1 و limit لما الـ x تذهب إلى سالب 2 من جهة اليسار لـ f of x تساوي سالب 1 وبالتالي لأنهم اختلفوا فتقول هنا ممكن تقول limit لما x تذهب لسالب 2 من جهة اليمين لfx لا تساوي limit لx تذهب لسالب 2 من جهة اليسار لf of x وبالتالي نقول هنا النهاية غير موجودة لأنهم غير متساويتين شوفوا معي هذه الفقرة لاحظ أيضا من جهة اليمين لو عوضت أنت في صفر يعني هذه جهة اليسار الآن وهذه جهة اليمين جهة اليسار اللي تكون أقل من الصفر وجهة اليمين اللي تكون أكبر من الصفر لو عوضت بصفر هنا صفر ناقص خمسة بيعطيك سالب خمسة وهذه بتعطيك موجب خمسة فبالتالي ما اتفقوا على رأي واحد وبالتالي أقول هنا النهاية أيش النهاية غير موجودة النهاية غير موجودة نختم بهذا السؤال كذلك قالك استعمل التمثيل البياني لتقدير كل نهاية مماتي إذا كانت موجودة قالك أبغى limit عندما x تساوي سالب 4 أو x تأولي لسالب 4 هذه السالب 4 وبالتالي النهاية هنا ستكون تساوي 3 واضح يعني كذا ما بين الأربعة والاثنين هنا كل مربع عن اثنين فبالتالي النهاية هنا ستساوي كم؟ ستساوي 3 لكن لما نجي أقول لك أبغى النهاية عند الأربعة تروح هذه الأربعة واحد يقول لي معرفة هنا أنا ما علي من التعريف قلنا هذا أنا ما علي منه ما علي من التعريف أنا علي من من؟ علي من القيم التي تقترب الأربعة من جهة اليمين ومن جهة اليسار فبالتالي أنت لو اقتربت من الأربعة ستجد أنه ملتقى من جهة اليمين ومن جهة اليسار عند هذا العدد الذي يساوي سالب 6 وبالتالي ستقول هنا أن النهاية تساوي سالب 6 وبذلك أيها الأخوة الكرام والأخوات نكون بحمد الله تعالى أنهينا درسنا هذا أخذنا فيه الأمثلة التي هي 3 أو 4 أو 5 وفي درس الأمس أخذنا المثالين الأول والثاني يتبقى لدينا مثالين اللي هم مثال 6 و 7 اللي نتكلم فيه عن النهاية عند المال النهاية كذلك سنأخذ أمثلة من واقع الحياة تتمنى تكونوا مستمتعين دائما في دروسنا في دروس المقرر رياضيات 6 وهذه الوحدة تحديدا وحدة ممتعة لمن يتابع معنا إن شاء الله أول بأول ويستوعب الأفكار اللي فيها بإذن الله تعالى ستكون من أمتع الوحدات بالنسبة لكم شكرا لكم لحسن المتابعة ونلتقيكم على خير في الدروس القادمة دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته